بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرياضة المالية الوحدة الخامسة احتساب الفائدة على حساب المتحرك الحساب المتحرك عبارة عن مجموعة من الحركات بعض الحركات تضاف قيم مضافة في الحساب وبعض الحركات تطرح من الحساب الحساب البنكي في العادة يتكون من الأعمدة المبينة أمامكم لازم يكون فيه عمود للتاريخ وعمود لنوع الحركة ثم منه ما يطرح من الحساب له ما يضاف للحساب والرصيد لو نظرنا إلى الحساب اللي أمامنا نجد أنه في يوم 17-6-2013 هناك حركة إيداع بقيمة 2000 ريال طبعاً هذه أول حركة في الحساب فرصيد الحساب يأتي من هذه الحركة يعني ما في قبلها حركات سابقة فرصيد الحساب 2000 في 13-8-2013 في عندي حركة إيداع أخرى بقيمة 1500 ريال فأصبح رصيد الحساب 3500 يعني الألفين السابقة مضافاً إليها 1500 فأصبح رصيد الحساب 3500 في 30-10-2013 هناك حركة سحب منه خرجت من الحساب 500 ريال 3500 سحب منهم 500 فالرصيد هو 3000 في 14-11-2013 في حركة إيداع أخرى بقيمة 1800 فأصبح رصيد الحساب 4800 ثم الحركة الأخيرة في الحساب الظاهر في هذا المثال هي حركة سحب بقيمة 800 ريال خرج من الحساب 800 فمن ال4800 السابقة أصبح رصيد الحساب 4000 ريال طيب الآن في نهاية فترة معينة يقوم البنك بإضافة فائدة لبعض أنواع الحسابات واللي قد يكون منها هذا الحساب اللي أمامنا تمام؟ لنفترض أن هذا الحساب هو من الحسابات التي تستحق فائدة معينة في تاريخ 31-12-2013 قام البنك بإضافة فائدة مستحقة لهذا الحساب إذن خلينا نشوف إيش باقي تفاصيل المثال المثال بيتكون من هذا الجدول اللي أنتوا شفتوه واللي بيمثل هذا الجدول بيمثل حساب في عدد من الحركات طيب خلينا نشوف إيش المطلوب في هذا المثال قال لك الجدول السابق هو حساب وديع التوفير في أحد البنوك تستحق فائدة بسيطة بمعدل 6% سنويا المطلوب احسب الفائدة التجارية المستحقة للحساب احسب الفائدة الصحيحة المستحقة للحساب طبعا لاحظ أن الفائدة التجارية المستحقة للحساب هي عبارة عن مجموع فوائد تجارية تمام؟ مستحقة لعدد من المبالغ وكذلك اللي هي الإيداعات والسحوبات كذلك الفائدة الصحيحة المستحقة للحساب هي مجموع الفوائد الصحيحة المستحقة لمجموعة المبالغ اللي بتظهر في الحساب اللي هي الإيداعات والسحوبات لو رجعنا للحساب بس ندقق النظر الحساب هو عبارة عن مجموعة من المبالغ شوف المبلغ الأول اللي تاريخ إيداعه 17.6 قيمته 2000 ريال في عندي كمان مبلغ 1500 تم إيداعه في 13.8 في عندي 1800 تم إيداعه في 14.11 هدول مجموعة من المبالغ بيستحقوا فائدة كل مبلغ من هذه المبالغ بيستحق فائدة للمدة اللي يعني انتظرها داخل هذا الحساب فمثلاً إلى 2000 ريال رح تستحق فائدة لمدة من 13.6 وإلى 31.12 1500 مدتها من 13.8 وحتى 31.12 أما 1800 فمدتها من 14.11 وحتى 31.12 إذن هناك مدد بالأيام مدد بالأيام مقابل مبالغ مودع المشكلة إنه هاي المبالغ في هناك قيم سحبت منها فحينئذن حيكون في عندي مبالغ سحبت وطبعاً سنحسب عليها نمر سالبة سنحسب عليها نمر سالبة عندي مبلغ 500 ريال سحب في 30.10 فهذا المبلغ 500 ضرب المدة من 30.10 وحتى 31.12 المبلغ الآخر 800 سحب في 6.12.2013 ستحسب عليه نمر سالبة من تاريخ سحبه وحتى تاريخ الاستحقاق اللي هو في 31.12.2013 إذن أتصور الآن خطة العمل لحل هذا المثال واضحة وهي أننا سنقوم باحتساب نمر المبالغ المودعة ثم نمر المبالغ المسحوبة ثم طرح نمر السحوبات من نمر الإيداعات طيب نتذكر كيف نحسب نمر المبالغ نمر المبالغ هي عبارة عن المبلغ مضروبة في عدد الأيام طبعا عدد الأيام اللي استمرها هذا المبلغ من تاريخ إيداعه وحتى تاريخ الاستحقاق فائدة تاريخ استحقاق الفائدة تمام فإذن عندي مبالغ وعندي مدد بالأيام بس المشكلة أن المدد بالأيام يجب أن أحسبها لأن الحساب هذا عبارة عن تواريخ ما أعطاني مدد وحينئذن لابد من احتساب المدة بين 17-6 وحتى 31-12 حتى أعرف مدة الإيداع الأول اللي قيمته 2000 مدة الإيداع الأول اللي قيمته 2000 هي المدة الواقع بين 17-6-2013 وحتى 31-12-2013 وكذلك يجب أن أحسب المدة بين 13-8-2013 وحتى 31-12-2013 وهي مدة المبلغ الثاني من مبالغ الإيداعات الـ 1500 فبطلع المدة بين 13-8 و 31-12 وبضربها في المبلغ الثاني اللي هو 1500 هناك إيداع ثالث اللي هو الـ 1800 من 14-11 وحتى 31-12 المدة هاي لازم أحسبها وأضربها بالـ 1800 هلأ النمر اللي الخاصة بالـ 2000 والـ 1500 والـ 1800 هنسميها نمر الإيداعات أما كذلك هنحسب نمر للـ 500 ونمر للـ 800 بأن نضرب الـ 500 بالمدة الواقع بين 30-10-2013 و 31-12-2013 والمبلغ الثاني هنضربه بالمدة الواقع بين 6-12-2013 و 31-12-2013 طبعاً هيطلع معاي نمر للإيداعات وحيطلع معاي نمر للسحوبات وبعد كذا هيكون عندي النمر الصافية للحساب هطبق عليها معدل الفائدة وبناء على القاسم يعني هطبق عليها 360 على 6% هذا القاسم هنقسم النمر تمام؟ على هذا القاسم طيب خلينا نشوف الحل حل مثال 10 أولاً احتساب مدد الاستثمار هذا بالتأكيد مطلب أساسي الإيداع الأول من 17-6 وحتى 31-12 طبعاً شهر 36 يوم ذهب منه 17 يوم يعني ما كانت ضمن مدة الاستثمار هذا شهر 7 هذا شهر 8 هذا شهر 9 هذا شهر 10 هذا شهر 11 وهذا شهر 12 حتى 31-12 مدة الإيداع الأول تساوي 197 يوم مدة الإيداع الثاني بالأيام من 13-8 2013 وحتى 31-12 هلأ شهر 8 31 يوم في 13 يوم ما دخلت ضمن مدة الاستثمار فمنقول 31-13 30 هذا شهر 9 31 شهر 10 30 شهر 11 هذا 31 شهر 12 مدة الإيداع الثالث بالأيام بين 1 بين 14-11 2013 و31-12 2013 شهر 11 30 يوم منه 14 يوم ما دخلت في مدة الاستثمار وعندي هذا شهر 12 إذن المدة 47 يوم إذن الآن حسبت جميع مدد مدد الإيداعات بالأيام الآن مدد السحوبات بالأيام مدة السحب الأول بالأيام من 30-10 2013 وحتى 31-12 2013 الآن 30-10 شهر 10 31 يوم فمنهم 30 يوم خارج مدة السحب الأول فحين إذن منقول 31-30 هذا شهر 11 وهذا شهر 12 مدة السحب الأول 62 يوم مدة السحب الثاني بالأيام تمام اللي هي المدة بين 6-12 2013 وبين 31-12 ما في إلا شهر 12 وليس جميع أيام الشهر داخلة في هذه المدة وإنما هناك 6 أيام الست أيام الأولى ليست ضمن المدة فمنقول 31 ناقص 6-25 يوم الآن أصبح بإمكاني أحسب نمر الإيداعات المبلغ الأول 2000 مضروب في مدته 197 المبلغ الثاني من الإيداعات 1500 مضروب في مدته 140 المبلغ الثالث 1800 مضروب في مدته 47 مجموع نمر الإيداعات 688 1600 نمر السحوبات عندي 562 يوم هذا المبلغ الأول من السحوبات 62 يوم وعندي المبلغ الثاني من السحوبات 800 ومدته 25 يوم مجموع نمر السحوبات 51 صافي نمر الحساب 688 600 هذه نمر الإيداعات مطروحا منها 51 ألف نمر السحوبات صافي نمر الحساب 637 600 إذن طالما صار عندي القيم الصافية للنمر بإمكاني الآن أحسب القاسم القاسم هو 360 على 6% معدل الفائد السنوي 6000 إذن الفائد التجاري المستحق على هذا الحساب هي صافي نمر الحساب 637 3600 تقسيم 6000 والناتج هو 106 فاصلة 26 هللة إذن هذا هو المبلغ أو الفائدة المستحقة للحساب اللي بينا قبل قليل سيظهر الحساب بهذا الشكل الفائدة المستحقة طبعا هذه الحركات كلها موجودة في السؤال نفسه الآن السؤال بعد محلنا أو المثال بعد محلنا الفائدة المستحقة المضافة هي 106 ريال و26 هللة تضاف إلى 4000 فبصير في الحساب 4106 فاصلة 26 طيب هلأ المطلوب الثاني هو احتساب الفائدة الصحيحة احتساب الفائدة الصحيحة طيب احنا اعتبرنا هذا مثال 11 يعني على اعتبار أنه مثال مستقل لكن هو في الواقع يعني مثال 10 بس مع مطلوب آخر اللي هو إيش اللي هو إنه نحسب الفائدة الصحيحة طبعا ما نحتاج نعيد ونكرر نفس الخطوات السابقة احنا وصلنا لنمر الحساب نمر الحساب تمام ما تغير ما تغيرت بانه سنحتسب الفائدة الصحيحة لكن اللي تغير هو القاسم القاسم هو 365 على 6 بالمية مش 360 أيام الفائدة التجارية أو في وقت ما حسبنا الفائدة التجارية أخذنا 360 على 6 في المية لكن الآن احنا مننا ناخد 365 على 6 في المية وبالتالي كل ما في الموضوع أنه القاسم هو الذي تغير فأصبح من 6000 إلى 6083 فاصل 33 النتيجة أنه الفائدة الصحيحة المستحقة على الحساب هي 104 فاصل واحد وثمانين سيظهر الحساب بهذا الشكل الفائدة المستحقة 104 فاصل 81 تمام طيب مرة ثانية نقطة سبق سبق وتحدثنا عنها في محاضرة سابقة هل في الحالة الواحدة في الحساب الواحد تحسب فائدة تجارية وفائدة صحيحة الجواب لا احنا ميزنا قلنا في الحالة الواحدة تحسب إما فائدة تجارية وإما فائدة صحيحة وقلنا بأنه البنك لما بيعطي فائدة بيعطي فائدة صحيحة لكن لما بياخذ فائدة بياخذ فائدة تجارية لأنها أكبر وبالتالي احنا طبعا هذا من باب يعني المثال وضعنا بهذا الشكل من باب التوضيح لكن في الواقع إما فائدة تجارية وإما فائدة صحيحة ترجمة نانسي قنقر